بعد سنين من الاعتقال والتعذيب بات الموت أمنية للآلات من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشي الحوثي والقوات المدعومة من الإمارات واقع فرضته أسالب التعذيب المختلفة للمختطفين والمعتقلين لديها ما أدى إلى مقتل نحو 128 معتقلا بسبب التعذيب جلها في محافظة عدن بحسب تقرير حديث لرابطة أمهات المختطفين الرابطة كشفت عن رصد 950 حالة تعذيب للمختطفين والمعتقلين في صنعاء وعدن ومحافظات أخرى كمروت عن الضحايا أنفسهم طرقا فضيعة من الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون تنوعات بين الصعق والشواء والجلد تحت الأقدام خاصة في سجون ميليشي الحوثي كشف التقرير أيضا عن حالات اعتداء جنسي يتعرض لها المعتقلون في السجون التابعة للتشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات بالعاصمة المؤقتة وهو ما سبق إليه تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة ومصادر إعلامية غربية تشكو الأمهات والأهالي من تعرضهم للابتزاز والتهديد جراء نشاطهم كما تتعرض فرق الرصد والتوثيق وحتى الشهود للقمع والإذلال لكن ذلك لم يمنع الأمهات من دورهن في الكفاح من أجل أبنائهن وذويهن المعذبين في السجون والمعتقلات ففي ظروف كهذه لا يملك أهالي الضحايا سوى الاحتجاج وإطلاق المناشدات علّى المجتمع الدولي يخرج عن صمته لينقذ ما يمكن إنقاذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر